أهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وبرحب بنجمينا النهاردة نجمي من نجوم النادي الأهلي وكابتني على المستوى للشخصي دايما بنستمتع بقراءه الفنية كابتن محمد حشيش كابتن محمد منورنا وكل سنوح حضرك طايل أنت طايلة هن أنت طايلة الله يخليك سعادية جدا بوجود حضرتك معنا وأكيد بنستمتع دايما بك على شاشة قناة النادي الأهلي وفي رمضان أكيد النادي الأهلي داخل على تحدي كبير جدا عايزين بقى نعرف حضرك شايف الأجواء بتاعت مباراة الرجاء إزاي حضور الجماهير مباراة المصري هل لها تأثير ولا لأ أحبين نعرف كل ده من حضر طيب هنمسك الحضور الجماهيري ده طبعا ده حاجة أساسية يعني لازم فيه حضور جماهيري كبير جدا جدا هنا لأن المباراة الأولانية اللي موجودة في مصر مهمة جدا لأن النادي الأهلي هيروح يقابل هناك جمهور كبير جدا جدا وده نقطة القوة اللي في الرجاء فلازم يكون فيه تشجيع ودعم جماهيري كبير وأعتقد يعني موضوع بقى كورونا والحاجات دي خلاص ما تقلقش على جمهور الأهلي لابت المدرد حيطراب بالزبط والعشرين بتوع النادي الأهلي بمئة ألف الحياة ده في المقام الأول طبعا المباراة طبعا مباراة صعبة كل طبعا غير دوري المجموعات وفيه فرصة أنك يعني تعادلت في ماتش ممكن أو خسرت نقط في ماتش ممكن المباراة التانية تقدر تعوض ده طبعا إقصائي خروج المغلوب بتقابل فرق قوية عندها تاريخ زي ما قلنا وعندها جمهور فلازم النادي الأهلي يركز تأثير مباراة المصري ما أعتقدش لها تأثير على لعبة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بيقفل الصفحة على طول وبيبدأ الصفحة اللي بعدها وبعدين بطولة غير بطولة الدوري بطولة الدوري لسه طويلة وفيها التعويض وفيها حاجات كتير الدوافع كبيرة للنادي الأهلي للعيبة والجهاز والمجلس الإدارة يحقق والتالتة إن شاء الله على التوالي فيعني أتمنى اللعيبة بس تبزل الجهد الكبير لو حبس هرجع لمباراة المصري شوية يعني أنا مش طبعا مش عايز أقول بقى النغمة بتاعة الإجهاد والقصة دي لأن فيش إجهاد النادي الأهلي خد فترة راحة 8 أيام كبيرة جدا لمعظم اللعيبة يمكن هي لعيبة بس المنتخب اللي كانت عندها الإجهاد وأعتقد أن المسلماني خلال مبارتين للتحاد والمصري ريح يعني شوفنا اللي بدأوا في الاتحاد وبعدين حمدي فتحي وهكذا يعني عمل تبديل وتوافيق قدر يريح بعض اللعيبة اللي هي مجهدة قوي بتاع المنتخب كذلك برضو إحنا لازم نقول إن في بعض اللعيبة زي ما بنقول على بعض اللعيبة مجهدة هاني في بعض اللعيبة محتاجة مباريات لعيبة خارجة من إصابة عايزة مباريات عشان ترجع على مستوها زي مثلا طاهر محمد طاهر زي حسين الشحات فيه لعيبة عازة تبقى في الملعب أكتر من كده زي ميكي سوني طبعا وبرستاو عايزين برضو مباريات كريم برضو محتاج بعض المباريات برضو عشان يجيب مستوى اللي هو انتقل من خلاله للنادي الأهلي أهم حاجة فيه المباريات طبعا يقدر يوصل ليه التشكيل المناسب لأنه يمكن اللي أثر على أداء خلال مباريات الاتحاد والمصري وهم مش ببعيد عن بعض قوي في الأداء يعني بس طبعا ده مكسب وده خسارة إنه ما كانش فيه نتيجة للتغييرات دي ما كانش فيه انسجام شوية بين اللعيبة المباراة الأخرانية بتاعت المصري بالتحديد أنا بقول إنه كانوا بيقابلوا فريق مصر من أول دي على إنه هو يعمل نتيجة كويسة مع النادي الأهلي مذاكر كويس أو معه مدارب مخترم عايزين يعملوا حاجة ونتيجة قوية مع النادي الأهلي دايما مباراة النادي الأهلي والمصري بتبقى صعبة شوية وفيها حماس زايد لعبة بزلت أقصى جهد بتوع المصري بصراحة بحييهم على الأداء بتاعهم شايفين لأول مرة فرقة بتلعب النادي الأهلي من أول دي بتضغط على النادي الأهلي من قدام ده حقيقة طبعا المحدش بيقلل من قيمة أو مجهود النادي المصري لكن في اعتقاد الشخصي كانت التأثير شوية من فرقتنا لو فرقتنا في حالتها الطبيعية أعتقد كانت نتيجة هتتغير